سعادة السفير ماوريتسيو غريغانتي شكرا جزيلا لمشاركتكم معنا وأهلا بك في روداو شكرا جزيلا بيسون يسعدني أنني هنا شكرا دعني أبدأ بسؤال عن التطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة تولت إيطاليا قيادة قوات الناتو في العراق ما هي استراتيجية إيطاليا؟ لماذا توليتم قيادة الناتو في العراق؟ وماذا علينا أن نتوقع من قيادتكم للناتو خلال الدورة القادمة؟ في الواقع كان تولي قيادة الناتو قرارا جماعيا القرار تخذ في مقر الناتو في بروكسل وهو التأكيد لمشاركة إيطاليا في الالتزامات تجه العراق نحن متواجدون في العراق من العام 2003 وقدمنا الدعم للسيادة العراق وساندنا استقرار العراق أعتقد أنه ليست هناك رسالة أكثر وضوحة من هذه هذه القيادة نتولاها لمدة سنة واحدة ونساند القوات الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب نساعدهم ونقدم لهم كل الاستشارات الممكنة الممكنة لناتو مهمة معينة في العراق وتقوم بتسليح القوات الأمنية وتدريبها لكن يتساءل عن المهمة الاستشارية هناك فراغ أمني بين مواقع قوات البشمرقة والقوات الأمنية العراقية في أطراف كاركوك ومخمور ونينوى وسنجار هذا الفراغ بات يشكل تهديدا للطرفين لأن داعش يستغل ذلك الفراغ لإعادة تنظيم صفوفه توصل إقليم كردستان وبغداد إلى اتفاق على تشكيل لواءين لحماية المنطقة لواءين مشتركين لكن رغم مرور أكثر من ستة أو سبعة أشهر لم يباشر اللواءين مهامهما وذلك بحجة الافتقار إلى موازنة هل يستطيع الناتو ممارسة دور في هذه المسألة والإشارة على الحكومة العراقية بالتخصيص الأموال لتشكيل اللواءين المذكورين لا شك أن هذا القرار يجو أن يتخذه الناتو لكن بناء على طلب الحكومة العراقية لأننا معا في هذا الموضوع يسرني أن أذكر بأن التحالف الدولي للقضاء على الداعش لا يزال يحتفظ بوجود له في العراق وإيطاليا مكون رئيس الله لهذا أريد القول أن الناتو والتحالف الدولي يدعمان هذه المسألة لغرض مواجهة داعش ما قلته صحيح هذه المنطقة مهمة للغاية لتواجد قوات البيشمرغا والقوات الأمنية العراقية فيها ومن المهم أن يكون هناك تنسيق بينهما ولهذا ندعم هذه المسألة دعما كاملا كما أريد القول أننا نفعل كل شيء لدعم أربيلا وبغداد في مواجهة الإرهاب وفي هذه المسألة ألا ترى أن كل تأخير في تنفيذ هذا الاتفاق يماهد الطريق أمام داعش لإعادة تنظيم صفوفه؟ هو كذلك بلا شك لكن على حد علمي هذا التنسيق مستمر وقد شهد تقدما عند مقارنته بالماضي فهناك باستمرار عمليات مشتركة بين البيشمرغا والقوات الأمنية العراقية لسهداف داعش لكن هناك دائما سبيل للتقدم ومع ذلك التنسيق وتطورات جيدة في آخر تصريح لك قلت إن استقرار العراق هو بمثابة استقرار لكل الشرق الأوسط بماذا يمكن أن تخبرني في هذا السياق؟ فنحن لسنا مستقرين أعني أن العراق ليس مستقرا فبعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات لم تتشكل الحكومة بعد لم يتم انتخاب رئيس جمهورية والعلاقات بين أربيل وبغداد أكثر توترا مقارنة بالسابق ما هو دور المجتمع الدولي في تحقيق عراق أكثر استقرارا؟ كما قلت في تصريح السابق وأكرر ذلك مرحبا هذا البلد هو المفتاح لاستقرار المنطقة كلها وكما شهدنا تاريخيا العراق المستقر يصب في صالح كل المنطقة بصورة عامة أما عن الأوضاع السياسية العراقية صحيح أن هناك تعقيدات لكن الأطراف السياسية تحاول العثور على طريق للحل وهذه المسألة مرتبطة بهم المجتمع الدولي في الخارج يأمل في العثور على الحل قريبا هل هذا هو كل الدور الذي يستطيع المجتمع الدولي ممارسته؟ لا شك أننا سنشعر بالسرور إن استطعنا تقديم المساعدة لكن هذا الموضوع منوط بالعراقيين والحكومة العراقية نحن هنا للمساعدة ودعم السيادة العراقية أما قدر تعلق الأمر بإيطاليا فالأمر واضح وصريح وكان هذا دابنا لكن هناك فكرة أخرى تقول بأن عدم استقرار الوضع في العراق مرهون بتلكء الاتفاقية النووية المرتقبة بين إيران والدول الغربية ما هو تعليقكم على ذلك؟ كل الأمور مترابطة بالتأكيد كما أنه لا أحد يعترض على كون الاتفاقية النووية مهمة جدا لمسألة الاستقرار في العراق والمنطقة كلها ما أريد أن أتحدث عنه هو التأثير المباشر في الحقيقة نحن نقيم عاليا مساعي رئيس الحكومة العراقية من أجل خلق حالة تفاهم ومصالحة في المنطقة كالحوار الذي جرى بين السعودية وإيران على سبيل المثال والذي مهدت له وسهلت إجراءه الحكومة العراقية وهذا عمل مهم في سبيل تحقيق الأمن بالمنطقة من الأمور الأخرى أيضا مؤتمر التعاون والشراكة الذي عقده مصطفى الكاظمي هنا السنة الماضية فللمرة الأولى تجمع كبار زعماء دول المنطقة حول طاولة واحدة فحتى إن كان الهدف هو أن يقال إنه مجتمع هذا مهم جدا للاستقرار كذلك كون العراق في مركز هذه النشاطات وقيامه بالعمل الصواب ألا ترى أن الفصائل المسلحة سبب آخر في غياب الاستقرار عن البلد؟ هناك الكثير من العوامل لكنني أقول لو أنك راجعت ماجر في السنوات السابقة ستجد أن الوضع شهدت تقدما جيدا للغاية أعلنت الحكومة العراقية والتحالف الدولي هزيمة الداعش في العام 2017 لكننا الآن في العام 2022 وأقول إن الأوضع شهدت الكثير من التقدم كذلك الانتخابات كانت عملية جيدة للغاية مرت ثمانية أشهر والحكومة لم تتشكل ورئيس الجمهورية لم ينتخب ألا تعتقد أن خطر بروز العنف قادم في حال استمر هذا ركود السياسي في البلد؟ عن بروز العنف أقول لا لا يحدث لأنه لا يلوح في الأفق خطر كبير ينذر بظهور العنف لكن لا شك أن من المهم اتخاذ خطوات إلى الأمام هذا هو أملنا الكبير ونرجو أن تنتهي حالة الركود السياسي هذه نعلم أن هناك محادثات مستمرة بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان وفي بغداد كما أسلفت نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة لكن الأمر في النهاية منوط بالشعب العراقي هل هو حقا منوط بالشعب العراقي أم هو رهين التدخلات الإقليمية والدولية؟ هل حقا أن العراقيين هم الذين لا يتفقون؟ أم أن دولا من الخارج تمنع الاتفاق بين العراقيين؟ في الحقيقة لا يمكنني القول أن الخارج هو الذي يمنع الاتفاق بين العراقيين فكما قلنا المواضيع كلها مترابطة وبالتأكيد هناك أطراف عديدة لها علاقة بهذا الموضوع لكن واثق أن الفاعلين السياسيين هم الذين يجب أن يتفقوا في الأخير ألا تجد أي تدخل خارجي في العراق؟ خاصة في القرارات الأخيرة التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العراقية فكما ترى تستخدم هذه المحكمة لإدامة هذا الركود السياسي؟ لا أعتقد ذلك لا أعتقد أن بإمكاني الإدلاء بأي تعليق على قرارات المحكمة فكما تعلم هذه قرارات محكمة ولن أعلق عليها لكن يمكنني القول إن المحكمة هي أيضا جزء من اللوحة وعندما تقرر يجب على الجميع الالتزام لنعود إلى العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد في ظل الدستور الحالي فشلت الفدرالية كآلية لإدارة العراق لا أدري إن كنت توافقني هذا الرأي أم لا فمنذ العام 2005 وإلى اليوم وعلى مر كل هذه السنوات لم تحل إلى الآن مسألة ترسيم الحدود بين أربيل وبغداد ولم تحل مسألة توزيع العائدات ولا ملف النفط والغاز ألا تعتقد أنه قد حان الوقت لتدشين مرحلة جديدة من الحوار بين بغداد وأربيل؟ حوار يختلف عن ما سبقه ليس لحل قضايا داخلية للبلد بل حوار يكون للمجتمع الدولي دور أكبر فيه في الحقيقة سأضع علامة استفهام على كون الفدرالية فشلت في العراق فالفدرالية عملية متواصلة وكما نعلم الفدرالية حتى في دور العالم الأعرق من حيث هذا النظام عملية مستمرة وفيها نوع من التوليف والتحسين والتنظيم المستمر لذا ليس بإمكاننا القول إن هذه فدرالية تعمل في هذا المكان وهي ممتازة لكنها لا تعمل في مكان آخر لا شك أن هناك العديد من المشاكل بين بغداد وأربيل وأسببها تاريخية لكني أتحدث من منطلق السؤال عن مصدرها ومن هذا المنطلق نجد أن العلاقات بين أربيل وبغداد تقدمت بلا شك في سنوات الأخيرة لا شك أن الركود السياسي القائم وعدم تشكيل الحكومة وعدم انتخاب رئيس للجمهورية أمور أثرت على العلاقات بين بغداد وأربيل لكن أتدري أن هذه عملية ونحن الآن في أثناء العملية ألا تجد فكرة الوساطة الدولية فكرة جيدة للمساعدة في المحادثات بين إقليم كردستان وبغداد؟ أتعلم أنه عند تجديد تفويض الأمم المتحدة في العراق طلب الأمين العام للأمم المتحدة من يونامي أن تقدم المساعدة بناء على طلب أربيل وبغداد أن تساعد في هذه العملية في حال دعت الحاجة من المؤكد أن المجتمع الدولي سيقدم المساعدة لكني أعتقد أن الأمر في الأخير مرهون بعثور أربيل وبغداد على الحال المناسب وهذا مهم جدا بالتأكيد هناك مسائل كثيرة تركت مفتوحة لكنها جميعا مرتبطة بتشكيل الحكومة بخصوص تشكيل الحكومة لن أطلب منك الموقف الرسمي الإيطالي بل أسألك عن رأيك الشخصي المضي باتجاه حكومة الأغلبية أو تشكيل حكومة تشارك فيها الأطراف كافة أيهما أكثر ملاءمة للعراق في رأيك أقصد رأيك الشخصي أنا أقول إنه ليس هناك أي أنموذج صحيحة في هذا السياق لأن لكل بلد خصوصياته ربما الذي ينجح في أوروبا لن ينجح هنا لا يجوز أن نقول إن الذي هناك هو كذا والذي هنا مختلف فلكل بلد نظامه وفي الواقع يجب أن يعتر لنفسه على نظامه الخاص به في حالة العراق أعتقد أن الحكومات منذ الحكومة الأولى في 2005 كانت ذات قاعدة واسعة في الحقيقة لا يمكن أن أجزم أيهما هو الأفضل لأن من الصعب تحديد الأفضل بينهما لكن الذي يهم هو أن تقدم الحكومة ما يتوقعه الشعب منها وهل قدمت؟ هل قدمت الحكومة ذات القاعدة العريضة ما كان يتوقعه الشعب منها؟ كانت هناك نواقص في الماضي لكن يجب أن نرى ما الذي ستقدمه من البدائل لهذا تقصد حكومة الأغلبية؟ لا أدري لكن يجب اختبارها في العراق وهل حان الوقت لاختبارها؟ حسب ما أرى ينبغي أن يتخذ الفاعلون السياسيون العراقيون هذا القرار أفهم ذلك كانت نائبة وزير خارجيتكم في أربيل مؤخرا وأظن أنها وقعت على اتفاقيتين لدعم العراق هل بالإمكان أن تحدثنا عن هاتين الاتفاقيتين؟ بالتأكيد وكما ذكرت من قبل أكدت زيارة نائبة وزير الخارجية الإيطالية ماغني سيريني على العلاقات مع العراق وعلى التزام إيطاليا بتلك العلاقات كان سيريني في بغداد وفي أربيل سبب زيارتها العراق كان الاحتفاء بذكر إعلان الجمهورية الإيطالية في الثاني من حزيرا كنت أيضا في أربيل حينها؟ أجل في بغداد ثم في أربيل كان احتفالا جميلا صداقة عظيمة علمنا دائما أن عندنا الكثير من الأصدقاء هنا وكنا سعداء برؤيتهم جميعهم معا وبتعزيز علاقات إيطاليا مع العراق وحكومة أقليم الكردستان بعدها وقعت نائبة وزير الخارجية على اتفاقيتين الأولى مع يونسكو حول انخراط الأطفال في المدارس وكان هذا جزءا من مساندتنا لقطاع التعليم في العراق الأخرى كانت مع برنامج الأمم المتحدة الإمائي لإدارة مؤسسة تعنى بالاستقرار فإيطاليا شأنها شأن القوى الأخرى دعمت إعادة توطين سكان المناطق التي حرها داعش وذلك بهدف إعادة أعمارها وإعادة توطين أهاليها وإعادة النازحين إليها تقصد التي تم تحريرها من سيطرة داعش؟ نعم التي حرت من داعش عن الاستقرار في العراق يهمكم الاستقرار في العراق وتتولون توفير ميزانيات لتلك المشاريع لماذا يهمكم استقرار العراق لهذه الدرجة؟ هل الموضوع يقتصر على أن بلدكم يعتمد على نفط العراق أو أنكم لا تريدون توجه المزيد من المهاجرين إلى أوروبا؟ حدثني عن وجهة نظر إيطاليا في هذا الصدد من المؤكد أن العراق يهمنا كثيرا من الناحية الاقتصادية لأنه ثالث مصدر لتزويدنا بالنفط شركة نفطنا الوطنية تعمل في مكان قريب من البصرة تعمل في حقل الزبير في هذا الإطار نعمل على حماية المجمع الإقليمي للموقع تم إنشاء حقل كبير لحجب الغاز فكما تعلمون يشكل انبيعات الغاز مشكلة كبيرة للمنطقة كما أصبح مشروعنا عاملا جيدا في تأمين الكهرباء للبصرة كما شيد منشئة للتنقية المياه وبنيت مدارس ومستشفيات هناك بهذه الأمور أريد أن أخبرك ماذا تفعل الشركة هناك لأن هذا مهم جدا هذه طريقة مهمة جدا بلا شك نعرف جميعنا أن مسألة الهجرة في قضية الكل ويسعدنا أن نرى الناس غير مضطرة للهجرة وتبقى في بلادها لكن لنا في النهاية إيمانا عميقا بأن العراق هو الحجر الأساس لاستقرار المنطقة كلها دول الشرق الأوسط أصولا إلى البحر المتوسط هذه جميعا مهمة جدا لإيطاليا وتشكل جزءا من سياستنا الخارجية أريد التذكير بأننا عملنا الكثير في العراق في العام 2003 فقد أكثر من 20 جنديا إيطاليا أرواحهم جراء هجوم انتحاري لهذا أريد القول إننا نستثمرنا الكثير في هذا البلد وسنستثمر المزيد تحدثتم عن شركة ENI النفطية المشاغلة الإيطالية في البصرة لكنكم غائبون عن إقليم كردستان أليست لديكم خطط أو أفكار للمجيء إلى إقليم كردستان والعمل كمشاغلين نفطيين؟ في الحقيقة ليست عندنا خطط من هذا القبيل على حد علمي لكن أريد أن أطعم إنك إلى أننا متواجدون في إقليم كردستان أيضا أنا أقصد تواجدكم بقطاع الطاقة نعم ليست عندنا خطط كهذه في هذه المرحلة على حد علمي لكن عندنا استثمارات كبيرة في جنوب العراق ولماذا لا تفكرون في أن تكونوا فاعلين في قطاع الطاقة بإقليم كردستان؟ نفكر في ذلك لماذا؟ أنا موجود هنا ممثلا عن إيطاليا للعمل على تنمية العلاقات والإتيان بمزيد من الشركات الإيطالية إلى العراق وإقليم كردستان وهذا مما لا شك فيه عندنا الكثير من الشركات في إقليم كردستان ونوفر الكثير من الآليات والمعدات للبنية التحتية إضافة إلى العديد من المنتجات المرتبطة بأسلوب الحياة الإيطالية كالقهوة نعم إيسبرسو وكذلك المواد المنزلية وتصاميم المنزلية والأزياء لهذا أرجو أن يتم توسيعها قدر الإمكان في قطاع رياضتي أيضا؟ نعم بالتأكيد جيد جدا في تصريح له مؤخرا أعلن رئيس الوزراء الإيطالي أن بإمكان الاتحاد الأوروبي التوقف عن الاعتباد على الغاز الطبيعي الروسي في موعد أقرب من الموعد المتوقع السؤال هو هل بالإمكان أن يصبح الغاز الطبيعي لإقليم كردستان بديلا عن الغاز الروسي في إيطاليا؟ أمامنا منذ الآن العديد من الخيارات نعم عندكم عقد مع الجزائر هذا صحيح بيننا وبينهم عقد علينا أن نفكر في الكثير من البدائل لأننا نريد حقا إيقاف ما يجري في أوكرانيا كما أن تصريحات رئيس الوزراء تتفق مع القرارات المتخذة في هذا السياق سننظر في الظروف هل يمثل الغاز الطبيعي لإقليم كردستان خيارا لكم؟ دعنا نرى يجب أن تبدأ العملية ثم نرى إن كان خيارا أم لا لا تعرفون بعد هل هو خيار أم لا؟ دعني أصدقك القول لا علم لي في الأخير أود أن أطرح عليك سؤالا تخبرني باستمرار بأن الأمور كلها مترابطة وخاصة في الشرق الأوسط فمثلا استقرار هذا البلد مرتبط باستقرار ذاك البلد واستقرار ذاك بغيره العراق وسوريا مترابطان للغاية فمثلا في العام 2006 ظهر داعش في بغداد وانتقل إلى سوريا وبعدها عاد إلى العراق وحصل ما حصل من قتل ووحشية رأيناها والآن تخطط تركيا لشن هجوم على شمال شرق سوريا ما هو موقفكم من هذا؟ هل ترون أن الهجوم على شمال شرق سوريا يؤثر على استقرار المنطقة؟ في الحقيقة لا أستطيع الحديث عن سوريا لأنني سفير في العراق لكن لا شك أن هذا صحيح وأن الأوضاع السورية تؤثر علينا جميعا لهذا نتمنى أن تشهد الأوضاع هناك تطورا وأن يكون هناك وقف إطلاق نار حاسم وثابت رغم أن هذا صعب أنا أتفق معك وسيكون له تأثير كبير على العراق جيد جدا شكرا جزيلا هل سنلتقيك قريبا في كردستان؟ نعم قريبا في الحقيقة كانت لي ثلاث زيارات حتى الآن تواليت سفر في كانون الأول في العام الماضي أي منذ أكثر من ستة أشهر وكنت مسرورا جدا بما جئي إلى هنا جئت أول مرة مع وزير خارجيتنا في شهر كانون الأول ثم جئت وحدي إلى أربيل وسليمانية ومؤخرا مع نائبة وزير خارجيتنا ويصحيذني أن أعود دعني أتحدث في الأخير عن الآثر نعم نعم وعندك هذا الكتاب هو عن كردستان أعتقد أن بالإمكان أن تصبح الثقافة والأثار ركنا في العلاقات بين إقليم كردستان وإيطاليا لو أمكنني أن أقول ذلك نحن قوى عظمى ثقافية وكذلك هو العراق أعتقد أن بإمكان الثقافة أن تكون النفط الحقيقي لهذا البلد وأن تصبح عاملا للتقدم وتكون مستقبل هذا البلد لأن هذه ثقافة ويمكن أن تتحول إلى مورد نحن نريد مساعدة العراق في هذا السياق وهذا جزء من مهامي هنا لدينا أكثر من عشرين مشروعا إيطاليا للأثار في عموم العراق وبضمنها كردستان عن كردستان أيضا جئتك بهذا الكتاب الذي هو عن مشروع مهم جدا في دهوك شكرا لدهوك المشروع نفذته جامعة أدينو وقد عثروا على مواقع أثرية مهمة جدا من بينها آثار أشورية وبابلية وهذا قسم مهم من أعمالنا هنا ونأمل في تطويرها التراث لا يخاطب العقل وحده بل يخاطب القلب أيضا هذا مهم جدا لهويتنا وأعتقد أن بإمكاننا أن نعتمد عليه وهل زرت هذا الموقع الأثرية بنفسك؟ للأسف لا في المرة القادمة عندما تزور كردستان سنذهب معنا شكرا جزيلا موريزيو لمشاركتكم معنا شكرا جزيلا بيستون من دواعي سروري